بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائنا الطلبة ونبدأ معكم بالمحاضرة الأولى لمادة تقنية الغاز في المرحلة الثانية وبداية عام جديد نسأل الله تعالى التوفيق لكم ولنا بأن نؤدي كل مننا واجبه على أكمل وجه مادة تلاب للتذكير مادة تقنية الغاز هي من المواد الأساسية درجة النجاح فيها من 60 وأحب أذكركم خلال هذه المحاضرة كمقدمة بسيطة أن المحاضرة راح يكون إلقاءها عليكتروني حول المنصة أو بواسطة المنصة أما الامتحانات فراح تكون حضوريا وراح يكون عدكم امتحانيا شهريين يتم تحديدها من خلال جدول بتاريخ ثابت يعني ما بها كل مجال لا تأجل ولا أي شيء من هالقبيل ينزل الجدول ثابت هذا اليوم لازم تجي تمتحن هذه كل هالتعليمات بذت تصدر بسبب الأوضاع الحالي اللي مر بها البلد بسبب جائحة كورونا واضح طلاب فالامتحانات راح تكون حضورية ونحاول قدر المستطاع أن نركز على المواد المهمة في الكتاب بداية الفصل الأول يتناول بداية موضوع نقل الغاز عن طريق شبكة خطوط الأنابيب هنا قد يتبادر سؤال إلى ذهن الطالب أو ذهن المستمع أنه إحنا تقنية غاز وشغلنا بالغاز إش جابنا على الأنابيب هنا قد هذا السؤال مرات ينطرح في كثير من الأحيان وكأنه يكون خلط أنه هذا مو اختصاصنا هذا اختصاص الخطوط والأنابيب هنا أريد أن نبين في المسألة مهمة قلت طلاب لا أنه أنتم من ضمن اختصاصكم فيما يتعلق بشبكة خطوط الأنابيب الخاصة بالغاز لأن عمليات الغاز بعد ما يتم استخراج الغاز وتزرع عمليات المعالجة وبعد ذلك تزرع عمليات الكبس والتجميع إلى أن يصل إلى المستهلك كل هذه يمر بشبكة من الأنابيب وشبكة الأنابيب اللي يتعامل بها الغاز شبكة أنابيب خاصة تختلف عن شبكة الأنابيب اللي يتعامل بها المواد الهايدروكاربونية الأخرى السائلة في المصافي وغيرها واضح طلاب هذه نقطة نقطة ثانية الغاز في أغلب دول العالم حاليا ما يتعاملون بالغاز على النقل المنزلي عن طريق الاسطوانات اسطوانات الغاز وإنما أغلب دول العالم خصة المتقدم منعها في أوروبا أمريكا الصين اليابان كوريا كثير من دول العالم المتطورة الغاز يتم نقله عن طريق شبكة أنابيب واضح طلاب يصل إلى البيت وفي البيت يربط عداد للغاز ويتم جباية الضرائب الخاصة بخدمة نقل الغاز بطرق معينة شهرية فصلية نصف سنوية سنوية وهكذا فإذا هو يعتبر أيضا جزء من اختصاصكم مقريب على اختصاصكم واضح طلاب وهذه خصوصية في اختصاص الغاز كمقدمة حول الموضوع نحاول الطلاب نحاول نقرالكم نشرح وأيضا نساعد لكم بالترجمة في بعض الأجزاء اللي تحتاج إلى الترجمة أو أقرالكم يا بل إنجليزي وترجب لكم والمهم كون الفكرة توصل المقدمة الترجمة الخاصة بالفصل الأول نشرح غاز يتم نقله عن طريق الآبار إلى أماكن التجميع ثم بعد ذلك إلى استخلاك بواسطة خطوط النقل لما يكون المواقع الإنتاج تكون بعيدة عن مواقع التجميع أو الاستخلاك نقطة هنا شي يريد يقول عندما تكون مناطق التجميع أو مناطق الاستخلاك بعيدة عن مناطق الإنتاج هنا لازم نستخدم كابسات ليش نستخدم كابسات في عملية النقل لأن الغاز إذا علينا نقله كغاز عملية نقل راح تكون صعبة جدا ومكلفة يعني أنتش قد راح الضخ حجم جدا ضخم من الغاز يملأ حيز الأنبوب وضغط عندك موجود وبالنتيجة الكمية اللي راح توصل هي كمية قليلة بينما لو يسيل باستخدام الكابسات ويتحول إلى غاز مسال ثم بعد ذلك ينقل على نابي فراح تكون الكمية التي تنقل كمية جدا كبيرة وكمثال بسيط جدا حتى سكون الفكرة قريبة عليكم الماء مثلا الماء سنتيمتر مكعب واحد فقط من الماء إذا يتبخر بدرجة مية سنتيجريت عن ضغط واحد جو فهذا السنتيمتر المكعب الواحد راح يتحول إلى ستمية سنتيمتر مكعب من الماء بطور البخار أو الطور الغازي واحد الله فبالتالي ممكن أن يكون عندك حيز قليل جدا من السائل يمكن نقله بسهولة وتكون كميات المنقولة كبيرة جدا بينما إذا أريد النقلة بالطور الغازي راح يستهلك حجم الأنبوب والكمية المنقولة هي كمية قليلة جدا وبالتالي كجودة أو جدوة اقتصادية تكون غير مجدية اللي هو الغاز السائل السوائل اللي ينقل اللي هو الغاز الاسطوعنات يجب أن يكون منقل تحت الضغط نقطة هنا لماذا يجب لماذا نفس الحالة لماذا يجب أن ينقل تحت الضغط يعني ينقل بشكل مضغوط لأنه سيكون غاز تحت الظروف الطبيعية وبالتالي نفس السابق قبل شوية ذكرنا أنه الجدوة الاقتصادية تكون تقريبا يعني غير مجدية أنت بدل ما تنقلك تملأ الأنبوب بالكامل بالغاز ممكن السيلة وبالتالي جزء بسيط جدا من هذا الأنبوب رح يكون منقل الغاز وبالتالي كميات النقل المتتالية رح تكون ذا الجدوة اقتصادية كبيرة واضح طلاب هنانا من الثناء القراءة من التقرون دائما ركزوا على كلمة because هذا ممكن يجيك سؤال قبلها وبعدها وأيضا أحيانا بالقراءة تلقون كلمة to أيضا to continue the flow واضح when need to concentrate gas compression station وليش نحتاج لهم ضخات كبس الغاز to لكي to continue the flow rate of gas LPG must be transported under a pressure because it is a gas under normal condition temperature under pressure عندما LPG is pumped يضخ لما نبدأ ضخ الغاز السائل من أماكن التجميع أو من الكابسات مثلا when LPG is pumped through pipelines خلال هذه الخطوط under pressure ملاحظة هنا أنا شي good the pressure must be higher than the vapor pressure of mixture الضغط يجب أن يكون أعلى من الضغط البخاري للمزيج يا مزيج LPG والnatural gas هو بالحقيقة لا تتذكرون خذناه بالتخنية بالمرحلة الأولى هو لا يتكون من مادة واحدة يعني من أقول لك غاز الأكسجين يعني بس أكسجين غاز نايتروجين بس نايتروجين بس منتج للمركبات الهايدروكاربونية ومنتجات الغازية الأحفورية اللي نتشر الغاز الطبيعي LPG ال-NG واضح هي بالحقيقة عبارة عن مزيج من عدة غازات هيدروكاربونية فالLPG مكون الرئيسي إلى شنوه البروبان والبيوتان إضافة إلى نسب قليلة من بعض الغازات الأخرى إذن هو مزيج فإذن هذا المزيج الغازي لما راح نضخ بالطور السائل هو إلى ضغط ضغط تبخير وعليه فلازم من نضخ بالأنابيب يجب أن يكون الضغط ما للضخ أعلى من الضغط البخاري من الضغط البخاري لهذا المزيج السؤال لماذا أيضا هذي ثبتوه وأفضل الطلاب هذه المحاضرة من تستمتعوه أكو يمنك دفتر ملاحظات خاصة كل ما أذكر لك أقول لك لماذا أنت ثبت اكتب لماذا اكتب السؤال حتى لو بالعربي مو شرط بالإنجليزي حتى لو بالعربي أنت المهم الفكرة تدرسك عندك لماذا هذا السؤال والجواب كذا واضح طلاب فهذا هنا نقول لكي يكون الضغط أعلى حتى نضمن أنه دائما يبقى بالطور السائل أو يبقى بالحالة السائلة لماذا يجب أن يكون دائما الغاز المضغوط أو المزيج الغاز فينا يجب أن يكون بالحالة السائلة والله طلاب الجواب أيضا تقول because هو جا يجاوب لك يقول لك if a small amount إذا كمية قليلة of RPG is vaporized تبخرت داخل الأنبوب يعني صار عندك طورين صار عندك سائل وكو شوية متبخر صار بخار واضح if a small amount of RPG is vaporized inside the pipe this leading to partially in a floret of RPG شرح يصير عندك شرح يصير عندك this leading to سيؤدي إلى partially in a floret of RPG بما معناخ if a small amount of RPG is vaporized inside the pipe داخل الأنبوب this leading to partially down flow سيؤدي تكون التعبير أدق a partially down flow rate يعني صير عندك انخفاض أو هبوط بمن بال floret partially down flow rate of RPG واضح طلاب زين إذا صار عندك التبخر بعد أكثر صار التبخر أكثر this causes شي سوي لك decreased temperature راح يسبب لك انخفاض بعد أكبر بمن درجات الحرارة هس واحد يقول هاش ش علاقة بال حرارة أنا اقل لك شنو علاقت بال حرارة الغاز حتى يتبخر ش يحتاج هس عندك ما يتبخر يحتاج حرارة جميل حلو زين يجري سائل داخل الأنبوب وبدأ يتبخر بسبب انخفاض الضغط ببدأ يتبخر يعني يبدأ يصن عندك تطاير هاي عملية التبخر تحتاج حرارة حتى يتبخر بسبب انخفاض الضغط ش يسوي راح يمتص الحرارة من يمتص الحرارة من كتلة السائل نفسه واضح ومن جدار الأنبوب ومن المحيط فيصير عندك كبرت شايفين مرات أنبوب يلتم علي ثلج وضر نفس الحالة سببها انخفاض في درجة الحرارة بسبب تبخر كمية كبيرة من الغاز هاي الكمية التبخر الزايد راح يسبب لك ظهور حالة في الغاز تسمى بال باللورات الثلجية واضح ثلجية ممعي وإنما هو السائل راح يصير بتجمع تصير ببلورات تتجمد هذه بالنتيجة الناية راح تكون سببا في إعاقة الجريان أو توقف الجريان وخصوصا إذا وصلت إلى صمامات راح تبدأ تتجمع السدلق الصمام أو توصل إلى سترينر اللي هي نوع من أنواع المصافي اللي تنظم للجريان أو سوي لفلترة أيضا راح تنسيت واضح تتجمع في بعض الأماكن خصوصا وين في الإلبوس لما يصير عندك انحناء أو عكس تغير في الاتجاه للجريان أيضا ممكن تتجمع هناك وتسبب لك مشاكل إضافة إلى مشاكل كثيرة أخرى تسبب أنها هاي الأيسي كروستالز أثناء انخفاض درجات الحرارة بسبب تبخر الجزء الغاز أو جزء كبير من الغاز وهذا الجزء الكبير شنو سببه ليش يتبخر سبب انخفاض الضغط إذن نرجع يجب أن تضخ الغاز السائل داخل بضغط عالي شنو السبب أعلى من الضغط البقاري شنو السبب السبب تقول لكي نضمن أنه يبقى بمن بالحالة السائلة يجب حتى يبقى شنو عندي في الحالة السائلة وابح طلاب هذا فيما يخص كمقدمة بسيطة إذن نحن الأنابيب الغاز ينقل بشبكة من خطوط الأنابيب ويتب نقل الغاز بضغط عالي وهو مسيّل والضغط يجب أن يكون أعلى من الضغط البقاري زين نجي إلى شبكة الأنابيب غاز بايبلاينس اللي هي خطوط الأنابيب الغازية أو شبكة أنابيب الغاز هذه الأنابيب طلاب بشكل عام في الغازات المادة المستخدمة في النقل للغاز بهذه التكنولوجية يستخدمونها كاربون ستيل وعالتا يرمزون رمز كاختصارا يكتبون له سي أس ويضيفون لرقم حسب بعض الخصائص اللي يمتاز بيها وابر طلاب بس عموما هو يسمون كاربون ستيل أو سي أس يسرمزون له باي بلانس خطوط الأنابيب هذه بالنسبة لعمليات نقل الغازات that are made of كاربون ستيل are more used to transport the gas for long distance and at high pressure وتكون هي الأكثر شيوعا واستخداما في عمليات نقل الغازات للمسافات الطويلة واضح إن الغاز ينقل بالأنابيب لما يكون هناك مسافات طويلة and a high pressure وفي العالش يكون النقل تحضط عالي هذه الأنابيب لها تصنيفات معتمدة عالميا أشهر هذه التصنيف وكل تصنيف يعني يفصنف لك الأنابيب إلى عدة أصناف فالتصنيفات تكون عن طريق code يطوح هذه الرموز معينة وخلال هذا من خلال هذه الرموز إحنا راح نعرف إنه هذا الباي مصنع لهذا الغرض في حالات خاصة واضح طلاب والتصنيف المعتمدة عالميا هي كالتالي American Petroleum Institute Code ينسمون الكود الخاص بمحهد البترول الأمريكي API ويكونوا بصفة رقم تلاحظون هنا هسا تلاحظون طلاب تلاحظون طلاب هنان هذي هذا الكود هاي كلمة كود لاحظوها هنان هذي هنان شنو يعني اكو API دائما يصيفه بصفة رقم وإحنا أيضا نرمز لشن نقول نسمي بال API كود يعني رمز API والرمز والرمز أمبوب يجي API بصفة رقم يعني هذا مصنف من قبل محهد البترول المكي ويحمل الرمز الفلاني ويستخدم للغرض الكذاي واضح طلاب فإذن هذا النوع الأول من التصانيف وهو شائع الاستخدام وكثير الاستخدام نوع ثاني يسمى بال ASME واضح ASME والاختصار هو المن American Society for Mechanical Engineers Code واضح هذا خاص بمهندسين الميكانيكيين الأمريكيين أو منظمة المهندسين الأمريكيين وإلى تصنيف أيضا موجود بالعلاق استخدام نوعا ما مذاك الاستخدام الواسع النوع الثالث اللي هو American Society for Testing and Material Code اللي هو الASTM الASTM شائع الاستخدام كثير الاستخدام وله استخدام جدا واسع في مجال الصناعة النفطية العراقية يعني نظام في العراق يعتمد على نظام الASTM اعتماد جدا كبير فيما يخص الصناعة النفطية الAPI Code طلاب فيما تلاحظون شوية الانترنيت تعبان هذا التصنيف طلاب اذا تلاحظون نظام الAPI Code يقسم تقسم الانابيب الى ثلاث مجامع فرس اذا تصنيف اذا تصنيف البسيط بس كلام اذا لغروب الثاني لغروب الثاني 5LX غروب الثالث API 5LS وعلا اذا 5L 5LX 5LS هو الكود اللي ينضاف الى كلمة API 5L غروب الاول ينقسم ايضا الى grade A grade B يعني ينكتب بالكود API 5L grade A او ينكتب فقط A بصفة API 5L grade B وهذا الطلاب الثاني يتقسم الى مجموعة اخرى اللي هي تسميها بالgrade X 42 46 52 56 وهذا نبينها شانو هالي والنوع الثالث اللي هو API 5LS third group طبعا حتى هذي التصاني طلاب ممكن تتوسع ممكن تتوسع الى تصاني بعد اكثر يعني يكون الgrade اكثر الgrade X 42 46 52 56 ممكن توصل حتى للثماني للتسعين وارف طلاب بالجتمة وعموما هنا نحن نذكر كمثال في عملية التصنيف فيما خاص النوع الاول first group النوع الاول first group هذا النوع حال حال الانابيب الاخرى وافظ الله من يصنع يصنع من carbon steel هذه شبكة الانابيب this pipelines of the first group are used in refineries and gas factories and also in power station as shown in the diagram كما مبين في هذا الشكل يعني يقصد به هذا المخطط فإذا هذا النوع استخدام حصرا وين يكون في المصافي وفي معامل الغاز مصانع الغاز and also وكذلك وين in power stations في محطات شنوه توليد الطاقة الكهربائية power stations محطات توليد الطاقة الكهربائية هذا النوع الاول وهو يقسم الى قسم grade A و grade B في فيما يخص بال refineries يستخدم بال refineries راح يكون هو من grade A مصنع من مادة carbon steel ويمتاز بال خصائص التالية اولا شنوه اول صفة من صفاته seamless carbon steel يعني شنو seamless carbon steel يقصد بها انه هذا الانبوب مصنع بطريقة السحب ما بي مكان بي لحيم مو مأنابيب ومجمعة لا هو انبوب واحد قطعة وحدة معدن واحد ينصب وبطريقة السحب بعد ما اش اسمه هذي يتم صهرب الافران وغلع اش اسمه هذي ينجي مسحوب سحب كامل ويدخل على عملية درفلة وتنعيم وسقل الى آخر قطعة لحيم ما بي وارح طلاب هذا المقصود به وهذه هنا صورة بين الكم هذا البايب في حالة السحب لاحظون طلاب هذا البايب في حالة السحب وفي عملية الانتاج وبعده في درجات الحرارة العالية بمعنى انه ما بقطرة لحيم واحدة على الاطلاق نرجع الى موضوعنا فاذا النوع الاول هذا الصفع مالتا اللي هو نسمي grade a grade b يمتلك الصفات التالية the table below show the chemical composition of the steel pipe of the first group هذا بالغروب الاول يمتلك على 0.7 0.27 percent كربون و 1.15 percent منغنيز وفي سفور والسلفر بالكبريت يعني بالنسبة المذكورة هذه كلها النسب اضافة الى الحديد اضافة الى الحديد وطبعا هذه النسب ايضا لما تنمز اجمع الحديد هناك امور اخرى تؤثر على نوع البايب ومواصفات البايب بقدرة الاستطالة ومقاومة الخدوش ومقاومة الكوروجين التأكل وإلى خلاله تعتمد على الطريقة المعتمدة في عملية الصب والسباكة ويجد نخليه يبرد على سبيل المثال المجموعة الثانية اللي هي second group اللي تاخذ الرمز API 5LX هذه تستخدم لنقل النفط الخام ومنتجات النفط الخام اللي هي المنتجات النفطية إضافة إلى القاسس أيضا لكن بالدرجة الأساس تستخدم لإنتاج نقل المشتقات النفطية والنفط الخام هذه يمت this type has special specification that with the standard maximum operating pressure يعني أهم صفة موجودة بأنه يجب أن يتعامل انحدد قيمة الضغط الذي يتعامل معه هنا نقسمينا إلى أيضا gradات يعني grads درجات أو أصناف تعتمد على تحمل للضغط بالجدول بالجدول التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر